أعلنت شركة أنيرجو أتوم الأوكرانية المسؤولة عن تشغيل محطة زابوريجيا للتقن نووية توقف العمليات بالكامل في المحطة التي تسيطر عليها روسيا وأضافت الشركة أنها فصلت الوحدة السادسة بالمحطة عن شبكة الكهرباء لتبريد الوقود النووي ولسلامة الموقع وذلك في الوقت الذي طلبت فيه كييف من سكان المناطق حول المحطة الإجلاء من أجل سلامتهم هذا وتتبدل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف المحطة ما ينذر بحدوث كارثة نووية قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس الشميهال أن العمليات العسكرية الروسية تسببت في أضرار لأوكرانيا بأكثر من 340 مليار دولار ودعا شميهال في تصريحات خلال منتدى يالتا للإستراتيجية الأوروبية في كييف أن تكون أصول روسيا المصادرة هي مصدر أولوية قصوى لتمويل إعمار أوكرانيا وليس فقط الدعم الدولي يذكر أن منتدى يالتا للإستراتيجية الأوروبية هو مؤتمر سنوي دولي للسياسيين ورجال الأعمال الأوكرانيين والأجانب وقد تأسس في عام 2004 top Technology نفسك اجراء coj بقشرين كنع buenas مرتفعت كنع سلع Espany agora وات محنم نحتاج إلى النسائح الرقائي مع تحديدين والضمانات مفتادية بضعه لنهاركات مفتادية رسيسية النهارات التي يشهناها بخصوصي لنهارات والمساعدة لمساعدة الحربية في أم Activision الشراء فهي طريقا بعد المساعدة في أمانة العربية في أمانات المجارات يليشي يدنسي يومي